موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجماعة من سبعة لثمانية بتوقيت تونس فاروق في الاخراج جوهر في الاخراج الرقمي هدى وصلي في الاعداد وسامح مفتاح معكم من قدام الكرو وبجانبي السيد العميد الخبير العسكري والاستراتيجي توفيق ديدي سيد العميد مساء النور بارك الله فيك سامح مرة اخرى ذو اللي ما عايش نستحقوا بش نقولوا رحبوا بكاتبتنا ومستمعينا ومشاهدينا في العالم الكل ومرة اخرى بارك الله فيهم كل الدول العربية وبربي مرضية تحية خاصة للشعب المغربي لان الشعب المغربي الاف التعليق يقولوا ارانا احنا مع غزة قلبا وقالبا وروحنا مع غزة وبالله ما تحكمش علينا حسب معناها الظاهر وامور خطيتنا احنا شعب وفي لقضيتنا وحييهم من هذا المنبر لانه انا عشت معهم سنة كاملة واعرف انهم شعب شعب فعلا يحب غزة وحب الفلسطينيين ويعني القضية قضية الام منظنش فما ومغربي واحد معناها ضد ما يقع الان ويعني يحب يشوف اللي قاعد يصير في غزة ما نصورش هذا هو كل الشعوب العربية هي قلب واحد وهي شعب واحد واحنا رانا وطن عربي واحد لا نتحدث على بلدان وقتلين نحكيه على القضية الفلسطينية نحن اقطار وسط وطن واحد اسم الوطن العربي مرحب بيكم لسكل قاعدين انتبعوا فينا من تواحدة لثمانية وشكرا على المتابعة سنتحدث عن محكمة العدل الدولية التي رفعت جلستها الثانية اليوم لكن اليوم فقنا اصبح على وقع غارات امريكية وبريطانية الغارات هذه 73 غارة تقصف اليمن غارات الجوية سمتها منفذة الغارات هذه امريكا وبريطانيا بانها غارات تستهدف جماعة انصار الله الحوثيين وفق تصريحاتهم 73 غارات سيد العميد كيف نوصفها هو هجوم ما هي تدعيته هو هجوم يعني مخطط له ولكن هو في الحقيقة في شكل انذار فقط لانه يعرفوا اليمن بلاد واسعة والانتشار قوات انتشار كبير ولكن حبوا يبعثوا نوعا ما من رسالة مضمونة الوصول للجيش اليمني بان انا قادرين نسلولك وقادرين معناها نضربوك ولكن اكدوا في نفس الوقت ان لا يريدون توسيع الحرب فقط انذار وانا افهم لماذا صار هالشكل يتبع القنوات الاسرائيلية يفهم 98% من وردات الكيان الصهيوني تأتي عن طريق البحر و40% منها تأتي عن طريق باب المندب وقد يعني اليوم احس الاقتصاد الصهيوني بشدة ما يقع يعني اليوم هناك سلاع اختفت هناك سلاع يعني اصابة اسعارها الجنون وكالعادة محور الشر انا سميته محور الشر واشنطن لندن تل ابيب تحرك لمحاولة نوعا ما ردع الجيش اليمني ولكن الاجابة كانت واضحة وصارمة واظن انها اقترفوا خطأا لان انا متأكد الان ان الجيش اليمني سيوسع العمليات الى حد الان كان ويعني كلامه واضح الجيش اليمني ويعني ناطقه رسمي قالوا نحن لا نستهدف التجارة العامية نحن نستهدف فقط السفن التي صادرة من ايلات او ذهب الى ايلات الى الكيان الصهيوني ومنعها من الوصول الى الكيان الصهيوني وطلبوا شيئا واحدا هو يعني وقف العدوان على غزة وادخال المساعدات وهذا شرعي وتطلبه حتى الامم المتحدة هذا كلام عادي اذا هو مجرد انظار ولكن سترون انه يعني ستكون له تابعات على المنطقة كلها راجعين للتابعات فاليوم سيد عميد بالنسبة ليك هو رد امريكي دفاعا عن الاقتصاد الاسرائيل فقط لا تجاه كذب لانهم وضحوا للعالم مجمع ولما يستهدفوا سفينة واحدة خارج معنى التهديد الذي وضعوه والهدف العسكري الذي وضعوه من الاول وهو السفن الاسرائيلية او التي ذاهبة لاسرائيل او خارج من اسرائيل للتزود اذا امور واضحة هم الان كالعادة كالعادة محور الشر تحرك امريكا يعني ام المصاب قال عنها يعني منسل المنديلا العظيم قال اكبر اكبر مجرم موجود في الكرة ارضية هو امريكا وذلك منسل المنديلا مش ليجي ووصفها لماذا اعطى لماذا اذا محور الشر هذا تحرك كالعادة دفاعا عن الكهيان الصهيوني وهذا لم اعد اخفى على حد يعني الامور اصبحت مش مفضوحة بركة في الزمال احنا فيه اليوم كل شيء مكشوف وكل شيء مرئي وكل شيء مسموع الامور ولدت اصبحت ظهرة واضح به كيف كيف قبل ان نتحدث عن التبعات والتدعيات تحدثنا كثيرا في المنبر هذيق بلق وقبل الغارات الامريكية البريطانية عن الولايات المتحدة واعلنها عن تشكيل قوة بحرية مشتركة من دول عدة باسم حارس الازدهار ثم رأينا ان الضربات وجهت فقط من امريكا وبريطانيا هل هذا قبل ان نتحدث عن ما معنى 73 غارة وهل سيكون لها تدعيات على الارض وهل ستخيف اليمن والجيش اليمني هل في هذا اعلان عن فشل هذه القوة البحرية هل فشلت امريكا في انها تلقى داعمين لها للقوة البحرية فاكتفت بداعم وحيد بريطانيا لما تحركت امريكا قالت بالحرف الواحد انها تريد حماية التجارة عالمية فذهبت مع هذه الدول منها ايطاليا لكن لما اصبح الامر رميات على دولة ذات سيادة ولا مشكل فمشكل ايطاليا مثلا رفضت لماذا لانه مش هذا الهدف لي خرجوا منه مع الاسف نقول تتحركت الالة البريطانية الامريكية باستعمال بعض القواعد العربية مع الاسف الشديد يعني وخزي وحار مرة اخرى بحرين بالتحديد وهذا يعني شي مشين في الحقيقة خرجت بعض الطائرات الطيفون البريطانية شاركت في القتال وفقط يعني هتين الدولتين استعملت سلاح الجو امتاح للهجوم على النقاط هذه التي ذهب ضحيتها خمسة شهداء من الجيش اليمني واختلت دمهم وهذا فرصة بشنقول واختلت دمهم طهر مع دم اخوانهم في شهداء غزة وهذا سيعطي اذن كما قلت دلائل بالضبط على هذا المحور الذي اصفه انا هم يصفون ايران محور انا اصفهم هم بمحور الشر لانه نزلت القائمة على البلدان التي هاجموها هذوم الاثنين يعني قائمة اصبحت بعد الاثنين وذكرت معهم البحرين البحرين نعم القاعدة الجوية يعني احدى القواعد تم استعمالها استعمال القاعدة الجوية البحرينية خزي وعار بينما بعض والاخرى رفضت معناها تقطع مجالها الجوي هذه الطائرات اذا فم لخبط لانه شوف كل البلدان في مرمى الجيش اليمني ولو توسعت الان رقعة الحرب فستندم امريكا لانه فعلت كل شيء لان لا تتسارق الحرب لانها تخاف من ان تصبح حرب شاملة وهي ليست متحضرة ورأيتم ما يعني اخر معناها مؤتمر صحفي لبوتين كان يسخر من الامريكان كان يسخر لانه كان معناها ايديه مليانة عرف ان امريكا يعني ضيعت الكثير بغباء رئيسها الحالي الشيخ بايدن ضيعت الكثير من قوتها ومن مخزونها ولم تعد جاهزة لحرب اخرى ترجمة نانسي قنقر